موسيقى موسيقى حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمور حياتنا برنامج نتناول فيه سر صلاح الإنسان في هذه الدنيا وسر صلاح الدنيا مع هذا الإنسان مفتاح صلاح الدنيا للإنسان ومفتاح صلاح حاله فيها وصلاح مآله حسن الخلق كيف يكون ذلك؟ وما معناه؟ هذا ما نتناوله معنا فاصل ثم نعود لكم بعد قليل موسيقى حياكم الله مرة أخرى قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يرى في ذلك إن الله تعالى سبحانه اختار لكم الإسلام دينا فأكيموه بحسن الخلق والسخاء فإنه لا يكمل إلا بهما والحديث الشهير الصحيح إنما بعثت لأتمم مكايم الأخلاق يقول الأحنف بن قيس ألا أخبركم بأدوى الداء أي أسوأ الأمراض قالوا بلى قال الخلق الدني واللسان البذي من الناس من أخلاقه سيئة وما شاء الله يضم مع ذلك لسانا بذيئا صليطا هذا قد جمع كل شر يقول بعض الحكماء من ساء خلقه ضاق رزقه وعلة هذا الأمر أنه ينفع عنه الناس فلا يأتيه أي سبيل للخيات وكانوا يقولون الحسن الخلق من نفسه في راحة والناس منه في سلامة والسيء الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء لم يرتح ولم يريح الناس يقول بعض الأدباء عاشر أهلك بأحسن أخلاقك فإن الثواء فيهم قليل لو فتش الإنسان نفسه لو وجد أن المدة التي يقضيها في بيته ومع عياله مدة قصيرة فليكن عشرتك معهم بحسن الخلق لأن المدة لا تسع شيئا من سوء الخلق يقول أحد الشعراء إذا لم تتسع أخلاق قوم يضيق بها الفسيح من البلاد إذا ما المرء لم يخلق لبيبا فليس اللب عن قدم الولادي إذا لم تتسع أخلاق قوم لم يوسع الله في أخلاق الناس يضيق بها الفسيح من البلاد البلاد مهما كانت واسعة إن ضاقت صدور الناس على بعضها لم تكفهم هذه الأرض وكانوا في ذلك من وبه إذا ما المرء لم يخلق لبيبا فليس اللب عن قدم الولادي إن لم يكن الإنسان من صغره صاحب عقل فلن يكون عند كباره صاحب عقل مهما قدم الإنسان لن يزداد عقله ما لم تكن الفطنة مغروزة فيه في أصله وقد سعى إلى كماله فإذا حسنت أخلاق الإنسان كان الإنسان صاحب خلق حسن كثوى المصافون له وقل المعادون وتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب لأنه لا داعي لأن يغضب عليه ولا أن يتحامل عليه فإن المرء صاحب حسن خلق وقد قيل حسن الخلق وحسن الجوار يعموان الديار ويزيدان في الأعمار لأن الناس ما الذي تحتاجه حسن الخلق وحسن الجوار تريد أنت في دارك جارك لا يؤذيك ولا تؤذيه حتى يرتاحه في داره وترتاح أنت في دارك وكانوا يقولون أيضا في ساعة الأخلاق كنوز الأرزاق وسبب ذلك أن الإنسان إذا كثر مصافه فكثر من يساعدونه ومن يحبونه وقل أعداؤه والمجاهدين له والمجحفين عليه ولذلك قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون علامة حسن الخلق أن يكون آلفا معلوفا يألف الناس ليس مستوحشا منهم مألوف عندهم وصاحب مكانه وحسن الخلق كيف يكون أن يكون سهل العائكة الإنسان يكون تعامله معه سهلا لين الجانب طلق الوجه قليل النفوع طيب الكلمة هذه هي علامات حسن الخلق وأهل الجنة هم كل هين لي سهل طلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأوصاف لابد لها من حدود ومن معيفة كل ومقداره يقول الشاعر أصفوا وأكدروا أحيانا لمختبري وليس مستحسنا صفوا بلا كدري كما تصفوا مع الناس لابد أن يوجد وقت أحيانا تكدروا معهم قليلا حتى يعرفون حدودهم الناس للأسف إن صفوت معهم وكنت صافيا يتجرؤون عليك ويزدادون ليكن الأمر بين إقبال وبين إدبال هذا صلاح الدنيا مع الأسف أن ليس كلا يعرف كيف يتعامل مع هذه النعم والكدر ليس معناه البذاءة والشواسة في الأخلاق ونحوها فإن هذا مذموم لا يستحسن أبدا ولا يرتضى وإنما المراد به الكف والانقباض فأنت كنت هينا لينا معهم لكن أحيانا لابد لك من كف وانقباض حتى كل يتفطن إلى أفعاله وإلى أقواله فلا يلومه أحد بعد ذلك لانبساطه إلى من ليس أهلا لهذا الانبساط فإذا كانت محاسن الأخلاق هكذا أن لابد لها من حدود مقدرة ومواضع مستحقة فإن تجاوز بها الحد يصير بعد ذلك واقع فيما لا يليق من التملق ومن النفاق المعيب على صاحبه ويرجع عليه بالوبال وإن وضعها في غير مواضعها كان ذلك هو النفاق والملق ذل والنفاق لؤم وليس لمن يوسم بهتين الصفتين من دواء ولا ود عند أحد ولا أثر مشكور روية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وإيضا لا ينبغي لذو الوجهين أن يكون وجيها عند الله هذا يلعب على هذا ويلعب على هذا فهذا يدل على مذمه وعلى نقص فيه لا بد أن يتنبه عليه نستكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة إلى لقاء آخر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة